عندما غادرت منزلها في إقليم تيجري هربا من القتال ودخلت مع زوجها الأراضي السودانية لم تكن سيجامارا تعرف ما الذي ينتظرها لكنها تعبر اليوم عن ارتياحها للاستقبال الحار الذي لقياه من السكان المحليين بعد الجوع والعطش والإرهاق والزوجان الشابان بين آلاف اللاجئين الذين فروا من إقليم تيجري في شمال إثيوبيا بعد اندلاع القتال في مطلع 22 نوفمبر حين شنت القوات الحكومية هجوما على القوات المحلية المتمردة ويستضيف العديد من سكان منطقة حمديات على الرغم من فقرهم لاجئين إثيوبيين فروا من النزاع وقدم بعضهم المأوى فقط بينما قدم آخرون الطعام والمياه نحن جهدنا السودانين لينها الكرم وجهدوا طبعا الدولة الأسوبية دولة شقيقة وجارة ونحن نتحمل مواطننا في كل صعبة في الحارة والمهم نحن فدي نعم كل المجالات حتى البيوت المنازل السرائر والفرشات فكل ما نحن نستطيع نحن قدمنا عليهم وبحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بلغ عدد الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان ستة وثلاثين ألفا ويمكن أن يصل إلى مائتي ألف خلال الأشهر الستة المقبلة ترجمة نانسي قنقر